وسط مؤشرات على طول أمد الهجوم الروسي على أوكرانيا تدعى وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الشيكية لعقد محادثات ركزت على إعداد برنامج تدريب عسكري للجنود الأوكرانيين لكنها مهمة لا تحظى على ما يبدو بإجماع بين أعضاء التكتل لم يكن بإمكان الوزراء الذين اجتمعوا في براغ اتخاذ قرار ملزم بشأن مهمة التدريب لكنهم وافقوا على بدء العمل التحضري لتحديد معايير مهمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا إن الأمر لا يتعلق بالحرب فقط بل بكيفية خفضها وبتدريب الجنود هناك مبادرات عديدة يتعين علينا ضمان تنسيق هذه الجهود جميع الدول الأعضاء اتفقت بوضوح على هذه النقطة وعلى بدء العمل الضروري لتحديد معايير مهمة مساعدة الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا ميدانيا تعكس هذه الصور ارتفاع وطيرة البعارك على طور دفتين هريدينيبرو في منطقة خرسون بعد هجوم مضاد بدأته القوات الأوكرانية جنوبية البلاد لكن القوات الروسية قالت إنها أفشلت الهجوم وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية فادحة نتيجة لفشل هجوم القوات الأوكرانية الذي تم بناء على تعليمات شخصية من زيلينيسكي على ميكولايف واتجاهات أخرى تكبد العدو خسائر كبيرة فقد دمرت 48 دبابة و46 عربة لسلاح المشاة كما قتل أكثر من 1200 عنصر من الجيش الأوكراني في يوم واحد أما رئاسة الأوكرانية فقالت إن قتالا عنيفا يدور في منطقة خرسون وأن قواتها دمرت جميع الجسور الكبرى التي تسمح للأليات بعبور نهر دينيبرو كما تستهدف قطع الإمدادات إلى جيب تحتله روسيا على الضفة الغربية للنهر في منطقة خرسون